أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي قانون تأسيس شركة باركن والذي نص على أنها شركة مساهمة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها وفقا لأحكام قانون إنشائها ونظامها الأساسي والتشريعات السارية في إمارة دبي وتشمل أغراض الشركة إنشاء وتخطيط وتصميم وتطوير وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها وتطبيق التشريعات المنظمة لها كذلك التصريح للأشخاص بالاشتراك في المواقف العامة واستغلالها وتشغيلها وحجزها وفقا لما تحدده هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمجب عقد الامتياز المبرم مع شركة باركن إضافة إلى إدارة وإنشاء وتطوير وتصميم المواقف الخاصة والاستثمار فيها والأنشطة التجارية المتعلقة بها اشتركوا في القناة